أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة إرنا نقلا عن المرشدة الإيرانية بأن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي يتولى السلطة التنفيذية وفقا للدستور كانت أعلنت الحكومة الإيرانية صباحا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والمرافقين أعلنت هذا رسميا بعد إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية وأعلنت الحكومة الإيرانية تعيين علي بقري وزيرا للخارجية بدلا من حسين أمير عبدالهيان وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن اكتمال حكومة عين علي بقري وزيرا للخارجية وتم تشكيل ست لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة وأعلن المرشد الإيراني الحدادة الوطنية خمسة أيام بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبدالهيان وفق خبرا عاجل وفي وقت سابق زور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء أمس الأحد محافظة أذربيجان الشرقية وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني سدا مشترك وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان وأيضا في خبر عاجل كانت أعلنت وسائل علام إيرانية بأنه ستتم مراس تشيع جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والمسؤولين الآخرين غدا في مدينة تبريز منذ قليل أعلنت وسائل علام إيرانية بأنه ستقام مراس تشيع جنازة الرئيس الإيراني غدا في مدينة تبريز هذا بعدما أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتشال جثث الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجياته ومرافقهما للموقع حادث تحطم المروحية وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الخارجية الإيرانية بأن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي لن تؤثر على جهود الخارجية الإيرانية في تأمين مصالح الشعب وأداء دور بناء وإقليمي ودولية وقال مجلس سيانة الدستور في إيران أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال خمسين يوم وأن الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئيسة لأربع سنوات مقبلة ومنذ قليل أعلن المرشد الإيراني الحداد الوطني خمسة أيام على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وأيضا كانت أعلنت وسائل علام إيرانية بنصة تقام مراسم تشهيع الجنازة لرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقي غدا في مدينة تبريز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدلا من حسين أمير عبداللهيان وأنه تم تشكيل ست لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة وكان أكد مجلس سيارة الدستور بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال خمسين يوم وأن الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر